أحيا أبطال الجيش الوطني في محور علب بمديرية باقم شمال محافظة صعدة الذكرى الستين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة في حفل بهيج بحضور القيادات العسكرية والأمنية بالمحور وقام قائد محور علب قائد اللواء ثلاثة وستين مشاء اللواء ياسر مجلي بإيقاد شعلة ثورة السادس والعشرين من سبتمبر بحضور قيادات والضباط وأفراد المحور كما هنأ اللواء ياسر مجلي أبطال الجيش الوطني في محور علب بهذه المناسبة العظيمة وأكد استمرار النضال حتى إسقاط المشروع الانقلابي وقال إن إحياء هذه الذكرى العظيمة بمثابة تجديد العهد والوفاء لدماء الشهداء الذين ضحوا بدمائهم الزكية من أجل الثورة والجمهورية ولفت أركان حرب المحور العميد أديب الشهاب في كلمة في الحفل إلى أن تضحيات الجيش الوطني تأتي امتدادا لتضحيات مناضل ثورة سبتمبر من أجل التخلص من الميليشيا الكهنوتية الإمامية الإيرانية